موسيقى أنا اليتيم اللي عاش موال من التنهيد وفي كل لمحة شجن يقبلني لحن جديد وأنا اليتيم أين لك أنا أستاذ عبد الحليم؟ ابن خالتي ومتربين مع بعض تربته فين؟ هنا في البيت ده في الحلوات في البيت ده هو؟ اه احكيلي كده حاجة عنه كده بسيطة لما كان ونتو أطفال كان دايماً غاوي أغاني ويقعد يغني كده هو بيلبس في هدوم مثلا يبص في المرايا وهو بيغسل وشه ويغني ودايمن كان منطوي على نفسه كده يعني عنده حزن كده دايما كان حزين ليه يا تدري عشان والدته ميته وهي وهو طفلي يعني ما شفهاش أحلى غينه بتحب هلو إيه؟ أنا بحب الأغاني كلها بس بحب أكتر صفيني مر لش معنه؟ لأنه هي يعني طبعا سبب الساعد عليه هو انت تعرف الفنان عبد الحليم حافظ هو عنده كم سنة عمراجبه؟ عنده عشرين يا فنان أو تسعتاشر كان ساجن فين؟ بنيبت لجنب مني بيت خارج الحاجة ما تقولي عماشك هي قريب بني؟ أي يا فنان كان بيقعد عندك هنا؟ باستمرار كان بيقعد يغني؟ باستمرار أي يا فنان كان بيغني إيه؟ بيغني لأم كلسوم عبلوهاك كان بيستعجيلك على المكوى؟ لما كان بعتلك مكوى استعجيلك عليها؟ كان بيقول لي خلي بالك مكسرة البنطلون وكسرة البنطلون عوزها زي السيف زي ايه؟ زي السيف أولما تبقى كسرة البنطلون زي السيف شكراك وحلوة؟ أي يا فنان يعني كان ليه هنا زباين كان ليه صحاب أي يا كتير يتريمين زي الأستاذ صلاحصة عبد الصغور شاعر أي يا فن شاعر عبد الصغور الدكتور عادي العز رئيس أكدامي السادات الآن الأستاذ حامد لبيب جمال حامد لبيب حاجة بغيم أرقش أنت تعرفت على الفنان عبد الحليم علي إسماعيل شبانة مش اسمه كده بالكامل؟ بالظبط أمتى؟ كان عنده كم سنة؟ حوالي 15 سنة كنت بتفصل له هدومه وهو عنده 15 سنة؟ أي وكان بيعمل بانطلونات كنا بيفصل له بانطلونات وكان تمال يلبس عليه بروفر أه كان عنده زوق؟ طبعا يعني في حاجات ما كانش بتلاقي عليه أنا بقيتها يعني أقول له دي كويسة عشانك كان بيجي عندك المحل؟ كان باستمرار بيجي المحل كان هو وابن خالته شحاته أعم كانوا عايشين باستمرار عندي هنا في المحل سالشحاته أبو زيد أنت فاكر زمان لما كنت تعودوا مع بعض في الحلوات؟ أنا كنت فاكر وهو طبعا صغير كان عبد الحليم يعني غاوي يغني أي حتة نروح فيها كان يغني مولد نروح يغني مطعم نروح ناكل فيه يغني يعني سينما يطلع يمثل اللي شافه أي أسرار الحزن في غناء عبد الحليم حافظ من وجهة نظرك قصائية اجتماعية؟ يعني والدته توفت ودي سبب يعني قوي لأن الأم الحقيقية هي كل شيء بالنسبة لك طبعا طيب إيه كمان تاني؟ برضو الحياة بالنسبة لوالده برضو بعديها يعني هو طفل فهدي اليطم أهم شيء يعني طبعا طيب إيه كمان تاني؟ يعني العاملة البيئية لازم تأثر لازم تأثر لازم تأثر في الناشئة برض ماذا أعطته طبيعة الشرقية؟ إن كان للمكان عبقرية كما يقول الدكتور جمال حمدان؟ هو يعني فعلا المكان له عبقرية مكان مهم جدا زي أرمية الزمان أيضا وأعتقد يعني تحية للدكتور حمدان مكتشف عبقرية مصر أو مكان مصر وأقدر يعني أقتلح عليه أنه يكتب كتابة عن عبقرية الشرقية كمكان لأن الشرقية كمكان متفرد جدا مش في مصر في العالم لأنها مركز الاحتكاك المباشر بين حضارات كثيرة الحضارة الفرانية القديمة الحضارة الفينقية البابلية ومركز احتكاك شعبي أيضا بين شعب زراعي في مصر وشعب بدوي أحيانا بدوي مرتحل في السعودية وشام وكل المشرق العربي وأيضا مركز تفاعل بين بيئتين مختلفتين جدا اللي هي البيئة التسليمية التقليدية والبيئة السائرة المنقضة وبعدين الشرقية بتعكس هذا على إنسانها لأن دايما إنسان الحدود متحفز وصاحي لأنه هو العرضة بالهجمات فكان الشرقوة هما دايما اللي يصدوا الغزوات اللي تيجي من الشرقه دايما صحيه هذا المزيج الكثير من الطباعة المختلفة عمل نوع من الغنى الخطير جدا في الفنون فاحنا عندنا في الشرقية فن بدوي خالص وفن يكاد يكون مصري فرعوني قبطي خالص وفن إسلامي من الإمبراطورية المتحضرة الإسلامية وفن يعني لدرجة أن المرحوم ذكرال حجوي مثلا قال لي إن فيه في الشرقية أربعة واربعين رقص أربعة واربعين رقص أربعة واربعين نوع من الرقص كان عادة المطربين هم أبناء المدينة يعني كانوا بيطلعهم الأوساط الموسيقية المدينة زي بتلاقي شرق محمد علي أو في اسكندرية مش عارف فيه ده بقى من فلاحين من قاع الريف وجه يغاني للمدينة هل تلعب الطفولة دورا في حياة الإنسان طفولة عبد الحليم حافظ يتمو حرمانه العاطفي إذا حللناه هل هذه الانبيع تلعب دورا في الصوت في الشخصية كما يقولون الطفل هو أبو الرجل بمعنى أنه الرجل نعم هو وليد الطفل الذي كان هو طفل بزرطة طبعا زي الشجرة ما هي وليدة الحبة التي أخرجتها فبغير شك كل واحد فينا هو امتدادات لعناصر في طفولته فعبد الحليم إذا كان صادفه حرمان في طفولته هذا الحرمان امتد به فعمق نظمة الحزن اللي هي طبيعية في المصري إنما عمقها فيه ما هو المصري تقدر تقول مكبر طفل محروم والله بعض الحليم كان شخصية ليست بسيطة أبدا وطفولته اللي كلمنا عنها دي خلقت له نوع من التعقيد الداخلي اللي كان مهم جدا لهذا الطفل أن يصعد به إلى قمة الغناء في العالم العربي في وجود عملاقين كبيرين جدا الغناء اللي هم أم كتسون عبدوها يعني طفولته كان تلمشتل على حد تعبيرك يعني هي بالضبط زي القوس لما تشده لآخره فهي طفولة كانت مشدودة جدا عشان الساهم ده يقدر يطلع ويصيب وينطلق وينطلق ولولة هزا الطفولة ما كانش عنها ليه مصري يعني لولة الطفولة الناشفة دي هي اللي مشفته يعني خلته ينطلق كالقوس شفته بعيني إزاي يشتغل إزاي بيتعب إزاي بيناضل من أجل أنه يعمل فنه بشكل جيد جدا بتدقيق بمعاناة شفته مثلاً هو بيمثل لابس أميس نسكم وكده وفي عيز الشتا وهيموت من البرد واستنوا لما المطرة توقف شوية عشان يغني مهما كان صعبات مكانش مهم إلا إنه يعمل حاجة كويسة وأذكر إن إحنا كنا في منزل الأخ عبد الحاكم عبد الرحمن كان ناخد شاء صغيرة في الإبراهيمية في اسكندرية عازف الكنترباس في الفرع المسيح كان الأخ أحمد وقت حسن والأخ محمود عرفت والأخ كمال الطويل والأخ محمد الموجي وشهدت هذه المجموعة ليلة إخفاق مروعة في حياة عبد الحليم ولكن بإصراره وبرغبة أو بروح التحدي الكامنة فيه استطاع أن هو يكتاز هذا الموقف لغاية ما استطاع أن يفرد لونه الجديد تماماً واستطاع أن يحتل لمكانه ما كانتش موجودة لحد قبله لماذا نجح عبد الحليم حافظ في عصر عبد الوهاب؟ لأنه عبر بتعبير جديد يعني غنى حتى الغاني اللي الغيره غنىها بشكل خاص بصوت نسبياته لها شخصية لوحدها بذكاء الصوت نفسه قدري دائي الأشياء اللي لازم يقولها أعرف يعني سيبك من يختار اللي حوالي المجموعة اللي بس اللي تشغل معها كمان لأعرف يغني للناس بصوت بيقولهم أنا عبد الحليم كان إقاع العصر كان أمل العصر كان شيء مختلف يعني عبد الحليم ظهر بأداء مختلف في وقت كان في عبد الوهاب بيغني أغنية صارونات الشيك كان عبد العيز محمود مثلاً بيغني للطبقة اللي كان بتشتغل في وقت الحرب نعم عبد الحليم غنى غنوة لكل الناس أبرز ما فيه حرصه على الجديد ودي ممكن مناسبة لكل اللي بيحاولوا يغنوا النهاردة أو اللي ممكن يغنوا بعد كده حذاري حذاري من التقليد يعني أنا أذكر أن في الفترة اللي ظهر فيه عبد الحليم ظهر أيضاً مطرب له صوت من أحلى وأجمل الأصوات هو الأستاذ عادل مامون وعرف عادل بأنه يجيد أداء أغاني عبد الوهاب وأنا أذكر مرة في أحدى حفلات أدواء مدينة غنى لا مش أنا اللبكي وأوزيع التسجيل في حفلة أدواء مدينة ففيه صوت تسئيف وجماهير فالناس قالوا أمتى عبد الوهاب غنى الأغنية دي في حفلة قد كده كان صوت عادل مامون يقارب صوت عبد الوهاب إلى هذا الحد اللي خل الأمر يختلط على الكثيرين ويتصوروا أن المغني هو عبد الوهاب وليس عادل مامون يمكن بقي هذا وأثر على مسار عادل مامون دراسة عبد الحليم حافظ الموسيقية هل كانت بتساعده على بعض الخواطر اللحنية اللي بيمد بيها الملحن فربما كان يأخذ بها أو يرفضها بصراحة وبدقة قطعا ونسبة الأخذ بها أكثر كثيرا من نسبة الرفض بل لا أعتقد أنه كان هناك أي رفض لملاحظات عبد الحليم التي كانت في محلها هل كان الملحنون يأخذون بها؟ تسنت ليه؟ لأن يعني هو لم يحدث أن عبد الحليم حافظ أبدا طرح خواطر على ملحن عبد الحليم كان مزده العظيمة أنه أحسن من يصنع منتاج للأغنية يعني كل ملحن في النهاية بيبقى عنده خواطر كتيرة جدا ومزدحم بأشياء كثيرة جدا وأحيانا تختلط عليه المسائل الأحسن إيه والأوحش إيه الخاصية عبد الحليم أنه كان يستطيع أنه يأخذ أحلى ما قدم وبسرعة مزهلة وببساطة أيضا مزهلة إحنا دائما كان شغلنا عبارة عن المجموعة الكاملة يعني البداية بنفسديها بعيدة وإنما بعد كده أما بتعجبه الفكرة وتمسك بيبقى بيبقى معنا لأنه كان بيعب شغله ما بيسيباكش يعني مش أنت بتقوله تعالى لا هو نفسه ما بيسيباكش بيفضل على الجنبك وإنت بشتغل وعايزك يعني عايزك تبقى معايش معاي ليل نهار يعني يعني أحسن حاجة بالنسبة للمطر إنه عايش الكلمة من أولها وعايش اللي احنا من أوله وعايش البروفات من أولها لأنه في الآخر أنا بطلع الناس بتقول غنة عبدالحليم وحشة أو غنة عبدالحليم كويسة كان يقول لي ما تغير النغمة الفينية عملها نغمة كذا الجملة دينا شايف إنها مايش قد كده ما تحاول تغيرها وساعات كان يزنزل ما بخاطره الذي يليق على الجملة الدينائية دينا أنا عاوزها بالشكلة بس ما رأس يتمينها الحين ما رأس يتمينها الحين يعني إزاي يا سيد موجي من فضلك من فضلك قولي المسال يعني قولي حاجة أنت كان ديك وجهة نظر فيها وهو كان دي وجهة نظر فيها لا كانت في في قراءة الفينجل ماذا تفكر يعني مش عارف أنا حذكر النغمة فكرني أولا وجهة نظرك أنت إيه هو كان يشوف إيه أخذ بالك أن الشاي هيبرد يعني كنت أنا بقول في بحياتك أولا بمرأة فضل يعني كنت أولا بحياتك أولا بمرأة أينها سبحان المعبود روها مرسوم كالعقد دكتها أمر من دولورات والشعر لدريب المغمود ونسابر في كل الدنيا قد تغضر أولا بمرأة أينها داتك من دا كان بقلك من دا كان ردا كنت أولا كنت أولا كده فهو قل لي يا أنا أنا سايف أن أنت دا حلو يقول لك دا حلو ما تحاولت تسوف نغمة تانية فقلت له طيب أروح للقوتيل تانية أتفكر في النغمة تانية معتقل ففكرت فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة وأدور في الحاولة النغمة اللي أنا سيطرت على أدي فدخلت في يوم الأيام عليه وقال بالعود بتاعه كده وقل ليه محياتك يا ولد مراتني أينها سبحان المعبود فوها مرسومك العنقود ها تتارة 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 فدخلته هو إيه؟ هو نفسه على غار العود نغمة أخرى لهذه الكلمات فقلت له الله تعب يعني ما تقول لي إلا أنا بس بديك الخط اللي في دماغي أنت بقى صيغة صيغة الفنياء المزبوطة صيغته إزاي؟ بصيغة أول قبلته أه بحلاتك يا ولد مراتني أينها؟ بالمقر بالمقر بعدين قال لي إيه؟ عاوز جملة موسيقية ترأس الناس قلت له في قصيدة عصمها ألفظها شديدة كلامها قوي محترمة في التأليف أحط هناك مراقصة قال لي ما هنت جميل ما تبقاش ملحن تقعد في برجة عاجيب فيه جمهور برضو عا تحت عن يسقف قلت له يسقفه في غنوة شعبية يسقفه في لحنة عاجي إنما في قصيدة الناس اللي نازل تسمعها وهي صامتة يقول لي وانا أحب الصمت الجمهور أنا أحب انها يسمعها لا شيئا أم لما كان مش عصم مرضة قال لا تصدقه عبدالحليم حافظ إلا حين ياًب عبدالحليم كان دبلومات أي عسيات العبارة ؟ يعني ما هو برضو عبدالحليم لأنه كان يعني فتى المجتمع له عديد الصدقات وعاوز يجامل كل الناس فكان طبعا لا يستطيع ان يقوم يعني بهذا الجهد الشديد مهما حاول فكان بيحدث احنا بنسميه الكتبة البيضة فكان الله رحمه والأستاذ كامل الشناوي يقول له انا لا اطالبك بالصدق ولكن بان تحسن الكذب في ناس يعني ما بيعي الجهدش بالنماثية انما يعني عبد الحليم لما كنت تقعد لوحدك وياه كان بيبقى صادخ مية المية انما كان بيخفي لما يقعد في الجموع بيخفي ألامه لانه كان بيعتبر ان هذه الألام هزيمة صورة للمصري من اعماقه من عدة زوايا لعل اهمها طابع الحزن الذي يبدو في غنائه نعم وطابع الحزن مميز للمصري مميز للمصري لان الحزن في طبيعته حالة وجدانية اهم ما تتميز به تلك الحالة ان الانسان في موقف مغلوب فيه على امره موقف فرض عليه ولا حول له امام هذا الموقف ولا قوة موقف يكون فيه مسلوب الارادة زي الموت نعم الموت عندما يهاجم عزيز عند الانسان الموت هو الموت لا حيلة لنا فيه ولا مهرب ولا مفر فيحزن من مات العزيز عنده يحزن لا يغضب لا لا يغضب لان الغضب حالة تريد ان تغير الموقف وتستطيع ان تغير الموقف نعم الغضب من موقف ما يستطيع ان يغيره الحزين لموقف ما هو حزين لانه استسلم الحزن في طبيعته نوع من الاستسلام والاستسلام اشكال والوان استسلام للقدر استسلام للحاكم استسلام لحكم الظروف الطبيعية اللي لا حول لنا امامها العبد الحليم خافز رنت الحزن عنده صحيح لأسباب اخرى تذكر في كل اغنية على حدة يعني حبيب يهجر او بلوى اصابته او شيء من هذا القبيل لكن اجاد في التعبير عن الحزن المبسوط في صوته لانه مصري اساسا كان عنده شيء بيقلمه بيحاول يعبر عنه يعني اغاني للعطفية او الاغاني اللي كان بيصرخ فيها فعلا بيحاسس بالقلم وكأنه بيقول للناس يعني ما تتقلموش القلم شيء يا قاتل كل هذا يجعل نفس عبد الحليم حافظ في غناؤه الغول بشري يعني الحزن بتاعه يعني فيه بيغزي الحزن الكامل في الرجالة والستان ضقالة حجمه ويكون انه مش نموذج للرجل القوي الفارس ده كان بيخلي الستان تعطف عليه والرجالة ايضا تعطف عليه وهو كان بيحس ده يعني هو في اغاني كلها وكأنما كان يقول للناس حبوني عبد الحليم هو الفنان اللي لحد دلوقتي بيحسسني انه انا ست وعندي قلب انا بحب عبد الحليم لانه مصري وبحس انه مننا وزاي اخويا ابنها خالتي او كده وان بحس انه كمغني كان لا شك انه صوته اه دخل اه قلوب الناس كلها بشكل يعني اه اه فريد ما سبقلوش ابدا انسان دخل بالطريقة دي انسان فعلا خلى في حب في الاونية بتاعته العطفية وفقدنا الحب والاغاني الجميلة بتاعت زمان والصوت الجميل بحس ان اه اداء الاستاذ عبد الحليم بيدخل القلب اوي وفيها شبابية يعني احنا كشباب بنحس ان اغنيته يعني كلها شبابية وام اداء احنان اوي يعني رغم ان هو كان اه اه بحس ان هو متألم جدا لك في الناس الوقت كان بيحاول يساعدنا حركتوا عن مسرح هل قلب قواعد المطرب طبعا يعني يعني عبد الحليم حافظ اه في الوقت اللي كان المطرب يوقف متنشي على المسرح اه نقل الحركة الاوروبية الى المسرح المصري وابتدى المغني اه اه يتحرك حركة طبيعية جدا وتحس وانت بتسمع انه مش مجرد صور صورة قدامك او صوت قدامك لا ده ده بيديك عالم بكل جوانب شفت مثلا اقولك العازفين وهم يعزفوا الالحان قد ايه هما مستمتين باللحد كأنه هما الحيغاني من غير نوته ولا حد يعني شافوا النوت وحافظوا اللحن وخلص يعني فيه اه نوع من التعاون والتجانس والواحدة الفنية كامير الطويل محمد الموجي صلاح شهين عبد الحليم برس جميل عزيز فيه تآلف وتضحية وعطاء واصرار على انهم يعملوا شيء جديد كان محاصر نفسه بكل بمعظم المثقفين والمفكرين المصريين عبد الحليم في عز ازمته في مرضه الطويل كان حاطت دواوين شعرنا صلاح جهين وانا ونظار الباني وغيره المجموعة كان حاطت دواوين شعرنا جنبه على الكوميدينو اللي جنب سريره عاوز اقول انه الفرق بين وبين اي مغني اخر ان المغنين الاخرين كانوا بيسلكوا معانا كمؤلفين اغاني يعني اتعاملوا معايا انا كمؤلف اغنيه انما عبد الحليم هو اللي كان عارف ان انا اللي هي مجموعة من دواوين الشعر وكان يحب يسمعه وفي هنا كان هو مختلف يعني احساسه بالكلمة نقول انه مش شخصي مش انتهازي مش عشان يغنيه لا انما عشان يستمتع به حتى لو ما غنهوش يعني معظم الاصايد ما كانش هو يحلم بان يغنيها لانه الواقع ما يستوعبهاش قلت انا عايز تعلم موسيقى علشان هو انا واقف على المسرح او انا بغني في الازع او انا بدي توجيه للفرقة ابقى راجل بدي توجيه عن جهل لا اقبل ان يقود الفرقة من لا يعلم كيف يقود الفرقة لكن عبد الحليم دراسته هي دراستي بالطبع وله حق قيادة الفرقة لانه احد افرادها المؤسسين كل اغنية له كانت محطة في قلب شاب او شابة شباب جيل هنا اتخصمنا هنا افترقنا هنا رجعنا البعض هنا انا شفتها الاول مرة هنا انا لمحته اتعتبنا يعني كل اغنية لعبد الحليم كانت محطة يلتقي فيها شاب وشابة لان لما كان اغني كان بيمثل في غناءه اتذكر فيه لما كنت حضرت في فيلم من الافلام كان اغني في يوم في شهر في سنة فكانت الكلمات يعني تطلع منه في احساس حلو وعميق فانا على طول طبعا تأثرت وبكيت اتذكر الكلام هذا اسألك عن عبد الحليم حافز لا ما حليم لا ما حليم انا بحب عبد الحليم حافز لاني ما بسمعش اللي هو من ايه ما كنت صغيرة وما زلت انا مفضل عبد الحليم حافز كمطرب عشان ابتر من سبب اول حاجة اختاره الاغنية بيختار كلام كويس ولحن كويس وبعدين طريقة الاداء نفسها يعني بيعملوا بطريقة سالسة وساهل كويس يعني وبعدين نفس صوته صوت دافي وحنين كده وطيب قوي وبيبقى قريب مننا يعني الغناء كلمة اما ان تصل او لا تصل وانا كاردني استطيع القول انه عبد الحليم حافز استطاع ايصال الاغنية المصرية الى قلب كل عربي في كافة الاقتار العربية ومحل اقليمية من الوطن العربي بغناءه واحساسه كأنه ينبوع يعني كأن الصوت يخرج لا لانه يعني مفروض عليه ولكن يعني بلبل بيغني بلبل بيخرج تغريد طبيعي منه وبالاضافة الى ذلك اندماجه مع جمهوره برضو يذكرني بطبيعة في المصري انه عشري ما هوش زي بعض الاجالب مثلا في الغرب ما تحسش انه عاوز يختلط بالناس ولكن المصري يختلط بجاره ويختلط بصديقه ويختلط حتى بالناس في الشارع من غير سابق معرفة يعني فالعشرية ده هي برضو بادية فيه يعني كأنه عبد الحرين بيعتبر جمهوره اهله اهله وعشرته كأنه يعني واحد منهم كأنها اسرة اجتمعت نعم كنت الاحظ كتير انه يدعوهم الى المشاركة معاه تماما انه بالتصفيق او بالمشاركة يعني يعني احس انه ملتقم وملتحم مع جمهوره كأنه هم في بيت اه في حفلة خاصة بيغنوا سواء او شيء من عزل قبيل عدا النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ضهر شجر وعلشان متوف السكة شالت من ليالينا الامر وبلدنا عالترعى بتخسل شعرها جانا نهار مقدرش يدفع مهرها يالترى الليل الحزين ابو الغناو المجروحين ابو النجوم الدبلانين يقدر ينسيها الصباح ابو شمس بترش الحنين ابدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار لما يعدي في الضروب ويغني قدام كل ضهر تفتكر ليه المجاحة الغنوة الوطنية عدة اسباب كلها اسباب تاريخي السبب الاول ان احنا كنا سعداء جدا بالثورة السبب التاني ان كان طلع حاجة اسمها الشعب ما كانتش موجودة زمان الحاجة اسمها الشعب دي فكان كل واحد بيحتفل بيها فالروح بتاعت الشعب والاراني الشعبية اضيفت كان فيه كمان العروبة يعني كونها دخلت في الواقع السياسي برضو كان مدي للاغاني دي قيمة جبيرة بس هو وكانتش قيمته كلها في صوت يعني ولو ان طيمت صوته حاجة جبيرة جدا 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 الا انها كانت تمثل ربع قيمته كفنان لانه كفنان كان واعي ربع ربع اه والتربع والتربع كان ذكاء اجتماعي وحس اذبي واشياء اخرى يعني اولا ان هو عبد الحليم اذا كنا نقول الربع صوت انما التربع مصرية مش ذكاء اجتماعي وصدق لا بالعكس انا بقول انه عبد الحليم لو لا كان حاسس اللي جوانا وقادر ان هو يعبر عنه ما كناش نتصل به هذا الاتصال العميق جدا فهو مش قضية ذكاء يعني مش اي ذكي اجتماعي يقدر يبقى عبد الحليم حافظ حتى لو عنده صوت اجمل واكبر من عبد الحليم عبد الحليم كان عنده شيء اصيل في اعماقه وده العامل الوحيد اللي يخلي الفنان يبقى او ما يبقاش استاذ كمال الطويل بشوف انه اغاني عبد الحليم حافظ الوطنية كانت واجهة نظامه مما لا شك فيه ان الملحن اعطى لعبد الحليم حافظ هذا المزاق حتى اصبحت الاغاني الوطنية وكأنها اغاني عطفية ايه كمية هذا الكلام؟ يعني اسمح لي بس اتحفظ في حكاية واجهة نظامه لان احنا لما كنا بنلحن او هو كان بيغني او صلاح جهين كان بيقلف ما كناش بنغني لحكومة او لشخص او احنا كنا بنغني المصر وكان مطرب جيلي وكمان الشرائط اللي سمحت بيع حكومة حاليا انها تزاعة اغانية الوطنية اغانية الوطنية لما تسمع حضرتك تحس ان عبد الحليم حافظ كان مؤرخ يعني تقدر تقول ان كان مؤرخ للفترة دي اه وكان غنى غنى كلام ما كانش تتصور انه لا يمكن اه يتغنى حكاية شعب مش ممكن كلام لما تيجي تقرى تقول ان ده ممكن يكون اغنية مقالات اه تحس انه مقالة اه او حدوت حكاية وفاجأة غنى ولحن هذا الكلام اه كان صادق في صوته وبالتالي صادق في التعبير اه المعنوي اللي في مضمون الغناء اه عند اذن السامع بيحس صدق الصوت من خلال صدق الصوت اه اه صدق في المعنى الذي يؤديه وكان بيؤدي معاني اه وطنية تنفذ الى قلوب السامعين حقيقة يعني لاني لا تكلف فيها اه اه قد يغنيها مغني اخر فالانسان يحس انه مملى عليه هذا الكلام اه وكأنه اذا مفروض علينا ان نسمعه لكن من عبد الحليم اه الانسان يحس انه هو الذي يريد ان يقول هذا المعنى ولذلك عبد الحليم اه لاعب دور مهمة جدا سيبك من عبد الحليم كمطر نعم عبد الحليم في حاجتنا له اه همية خاصة لان اعتقد انه هو زي ما جه من الفلاحين عشان يغني الى مصر اللي هي ما كانش بيطلع منا فنانين ابدا الا المتجولين في الموالد الحجل اه فدواكب ايضا اه نشوب صورة في مصر صورة تلات عشرين سنة اتنين وخمسين فالصورة دي اه اكثر ناس خدابتهم من الفلاحين والعمال وغنى عبد الحليم الصورة يعني انا بعتبره الصورة مغنى ما القيمة المستفادة من فن عبد الحليم حافظ وهو يمكن ان تهدى لكل مطرب شاب جاء بعد رحيل العندليب اه هو عبد الحليم يدينا اه درس مهم جدا حقيرا اه عبد الحليم ما كانش بيغني للحكام كان بيغني للشعب حتى من اوائل اغنيه احنا الشعب احنا الشعب مش طرف من من الاصوات تشدك بعد رحيل عبد الحليم وسائكتم السر اه الاصوات جديدة نعم والله انا يعني بستمع لها كلها الحقيقة انما يعني هي المشكلة في الحقيقة مش في الاصوات لانه احنا بنعكس الاية يعني نحط العربية من الحصار المشكلة في الموسيقى لأ هي ازمة كلمة الموسيقى فقدت شخصيتها الى حد ما فبقى الاغاني الفرانكو اراب دي اللي لا يمكن تغني عليها مصري اه والفرق الفنية المختلفة اللي لا يمكن تؤدي هنا اه مصري ومثلا استحالت في الفترة الاخيرة حتى الاغاني الى اه جاز يعني موسيقى جاز حاليا ازمة اصوات انما كفن عام مكونية مصرية ازمتها حاليا ازمة كلمة يعني الشبان الجدادة اللي طلعوا بعد عبد الحليم هافظ لو لقوا كلمات مناسبة ممكن جدا يبقى ده ميلاد جديد للغلوة بعد عبد الحليم الحقيقة اصله الفترة اللي الاستاذ عبد الحليم قدمني فيها كنت لسه صغير في السن قوي لكن طبعا فاكر كل حاجة قالهالي وفاكر انه قال لي ازاي تقابل الناس وازاي تتعامل مع الناس وازاي تخلي الناس تنتبهلك وانت بتغنيه وازاي تختار الكلمة وازاي كم فا المية من نصائح دي نفسته تتذكر اه وله ايه اه يعني ما وفي طبعا غلصات كتير من لأ قولك كم فا المية حوالي كم فا المية نفسته من نصائح عبد الحليم حافظ أربعين فا المية أربعين فا المية لو نقولت لك عشرين ابقى انا مبالغ ايبقى انت صح ابقى انت صح سايز عمالي عبد الحليم هل صحيح كان عبد الحليم حافظ بيحارب الأصوات الجديدة؟ اطلاقا بدليل ان انا يعني السيد عبد الحليم قدمني في حفلة وكان بيفكر يقدم اصوات اخرى في حياته يعني طب في زملاء ليج بيقولوا ان هو كان بيصادر المواهب الجديدة لا صحيح اطلاقا ما فيه اصوات كتير طلعت في وجوده السيد عبد الحليم حافظه وكانت موجودة بشكل كبير قوي وبعد وفاته السيد عبد الحليم مش موجودة اطلاقا طب ليه ما حصلش تقلق للاصوات الجديدة ايه اللي نقيصها مش نقيصها حاجة لكن معرفش الناس بيستعجلة انه يبقى فيه عبد الحليم حافظ تاني في فترة قليلة الناس ولا المطربين الناس والمطربين اه يعني الناس مستعجلة على ظهور عبد الحليم حافظ اخر الناس مستعجلة اه اه والمطربين ايضا نفسهم يبقوا عبد الحليم حافظ اخر لا صعب صعب اللي يفكر انه يبقى عبد الحليم حافظ فيهم وليلا يبقى مش صعب اللي يا أستاذ عماد صعب لانه عبد الحليم حافظ ده يعني 25 سنة كفاح وتفكير في غنوة جديدة وفي كلمة جديدة ومغلطش غلطات إحنا غلطناها كتير اعترف لي كده إيه؟ إيه الأخطاء اللي أنت غلطتها؟ يعني أنا أنا عن نفسي غلطت كتير زي إيه؟ يعني في أول حياتي الشهرة وحلوة الشهرة أخدتني كويس كأي شاب صغير بيحصلوا شهرة كده في وقت قليل بيضيع يعني كويس أدي حاجة اتنين اتنين يعني عملت علاقات سيئة كتير أكتر من العلاقات الحسنة يعني قفى من كلامك أنه عبدالحليم حافظ كان إفراز لمناخ جيد أكيد هذا المناخ الآن موجود لا مش موجود تماما مش موجود تماما لأنه فين الناس اللي تقفوا هل بتحس بالضياع أحيانا أنت مطرق أكيد أكيد بحس بالضياع هل تشعر انك ماشي في شارع الضباب زيان بيقولوا اه طبعا كلنا مشين في شارع الضباب كل المطربين الموجودة دلوقتي ماشي في شارع الضباب كله بيخبط لانه كله يعني الاهداف مش محددة ليه لانه بينقصهم الخبرة انا انا النهاردة مش الصوت لوحده كفاه فين الخبرة وفين الناس اللي حوارين الفنان تساعدوت وتؤذروت طيب بتقول ناقصك وملحنين ناقصنا ملحنين وناقصنا مؤلفين وناقصنا حاجات كتيرة طيب بتقولوا ناقصنا مطربين وناقصنا مطربين يعني المستوعبة يعني تستوعب قد المطربين اللي في هدول عشرين مرة انت بتستحمل الصراحة؟ استحمل او طيب ليه انا لما بشوفك دايما احب انك مثلا تغني غنوة عبد الحليم تغني غنوة لأستاذ عبداللهيب احيانا انا اقولك يا ريت نسمع منك حاجة لما كنت سفهم ولقاك عافق لحاجات دي ليه بيحدث ان انا بنسى انك انت غنيت حاجة ليه مش في دماغي يمكن عشان انا لغاية النهاردة مغنيتش الحاجة اللي لها ثقل الاغاني اللي حضرتك بتطلبها انا محترم شجاعتك ماذا ينقص الفنان الذي جاء بعد رحيل عبد الحليم حافظ طبعا عامل وقت ده مهم جدا فيه كمان تعدد الازواء بالنسبة للناس يعني لسه عايزين نركز على لون معين واعتقد ان اللون ده هيكون جديد هل هناك نبرة جديدة ظهرت الآن ان شاء الله موجود من بالتحديد علي الحجار هل تعتقد ان علي الحجار نبرة جديدة بعد عبد الحليم حافظ بالضبط كده استاذ محمد الحلو حتى الان لا تزال الاغنية الباقية في ذهن الناس هي اغنية اسمها قارئة الفنجان وبعد قارئة الفنجان لا نكد نذكر شيئا هل هذه مبالغة ام حقيقة حقيقة هنانا الرياضة الكبير عماد حمدي هل كان عبد الحليم حافظ ممثلا فهو كان لتنين مطرب اكثر من الموثل وموثل اكثر من الموثل عندما يكون موثل لا نظير له الطبيعة البائقة والصدق في التمثيل حاجة يعني قل ان الواحد والله كان يراه دخلنا مرة فيلم اسمه العزيمة وفيلم العزيمة ده كان اعتقد بتاع السيد حسين صديقي عدوان وطلع هو الساعة ثلاثة بالليل من السينما يمثل اللي شافه لدرجة انه بقى يغني ويمثل يغني ويمثل جه العسكري راح مسكنا وخدنا ودانا الاسم بالكف ده بصد عماد بالكف ده هو بملو ما في ايده وانا ايدي مش يعني بصدق والله العظيم ولا اهتز ولا ايده راح اتمال ولا يمن اخد ملو كف وشه وهو كان بيبكي فنطط دمعة اقسم بالله نطط دمعة جات على البتاع دي البدلة بام الم حقيقي حقيقي 100% وهو اللي طلب هذا ازاي معنا قلت المفروض اني بضربه وقلم صريح انا كنت المفروض ان في شدة هاجاني وزعلي والولد ابني طردتهم البيت وقلت له انت مش ابني لأول مرة بصرح انت ابن حرام البعيد وقلت له كده بصراحة فهو طبعا شفت كل التأسر ده والبكاء ده هو وهو بقى يبكي بصحيح فتيجي بعد كده هوت وروح ضربه الالم اجد اضربه الالم كده في الهوى يعني انا بقى خايف لان انا ايدي طرشة زي ما بيقوله اه وهو رقيق احساس جدا ورقيق الحاشية ورقيق الجسم تمام فلو ضربته الالم من اياهم اه حياة مستمه تمام قال لي مالكش دعوة اضرب سيد عبد الحليم اه اضربت حطني في موقف حريق جدا قال لي مالكش دعوة دلوة هو كذلك عبد الحليم حافظ كممثل غير الموهبة غير الاخلاص فهو الصدق الصدق فعلا صعب عليك هو صعب عليك جدا ان قلت ده الولد هيقراله حاجة يعني هي ده الهم سيدة وله هنا ولا كإن حاجة وكمل السينة اللي هي أكمالة وهو بيكمل بقى بيشتبع انت بتاع فين ونستعيز نقع باكسي وقبل من الحاجات ده ده ليه بقى المصهور ده هو نعم كابو كله ومن أول مرة سيد عامد لما الفيلم ظهر وشافوا الجمهور الألم الشهير ده ماذا جرى ماذا جرى ده أنا خدت بلاش أقول ستيمة يعني الناس ما تشتمش هنا ما أخدت عتاب عتاب في كل مكان في السرق ليه عبد الحليم محبوب الجماهير اتضرب ألم تعرفش الناس دي بقى والإعلام مش ألم الإعلام تعرفش الناس دي بقى الإعلام دي بصحيح مش بصحيح ما تعرفش الجمهور فاكر ان دي كل الإعلام دي مظبوط الساوند أفكت تع تع طيق طيق فاكر ده كله بصحيح وكله ده في عبد الحليم محبوب الجماهير ما عبرش محبوب معبود الجماهير الناس صارت صارت علي بقولك في كل مكان والله العظيم في كل مكان من الشرق الأوسط أروح فيه نظرط العالم كله كل الشرق الأوسط ما اللي هم سيصير غير كده برضه كده يهون عليك صارت رب عبد الحليم يا سامة يا جماعة والله العظيم ما مسه وشه لديك الجرقة أن تسنت لعبد الحليم دور يمثل فيه ما بيغنيش بلا شك بلا شك بلا شك بنيقدر عبد الحليم حافظ يمثل فيلم من غير ما يغني ممكن ممكن طبعا بسأل فنانة يعني هو كان بيخش القلب وتمثيل أول صفافينك أنه يخش القلب يعني مش ضروري يكون يعني محترف تمثيل قوي يعني عشان يمثل ويكفي أنه هو يصدق اللي بيمثل إنما طبعا يعني أحسن أنه هو كان يغني لأنه صوته كان جميل لأنه كان فخصار قال لي أنا حعمل الفيلم ده من غير غنا قلت له إزاي قال لي أنت مش قلت أنه أنا ممثل مش في الخطايا عملت دور بإتقان عظيم جدا قلت له طبعا قالت طب خلاص يعني أنا ممثل قلت له بس الملايين العالم أنا أنا أحب صوتك قال لي لأ أنا عايز أمثل فقط لريد قلت له لأ إزاي أقنعته إنه يشيل حزام الصوف المربوط حول بطنه دي كانت دي كانت لقطة أنا لن أنساها كنا بنصور قضي البلاج أول لقطة لعبد الحليم في قضي البلاج فبعت لي علشان أروح له الكابينة لعلمك كان ملتزم التزام عظيم جدا في هذا الفيلم ففي كل أفلامه يقال بس في هذا الفيلم لأني أنا التجربة الوحيدة اللي أنا عملتها معاه يعني الكاميرا كانت تبقى تسعة عبد الحليم جاهز من سبعة أول واحد يجي وآخر واحد يمشي نعم فالساعة سابعة دخلت له الكابينة قال لي يا حسين أنت مصر على أن أظهر بميو طبعا قضي البلاج تمام ميو نعم بس أنت في حاجة مش عارفة فهو كان لابس بورنوس فقال لي أنت مش عارف ده أنا شفت المنظر كان حيوم علي فعلا يعني شفت إيه؟ شفت مساحة قد كده من جرح واخد من معدته ولافف حوالين وسطه والجرح ده لا يمكن يدره قال لي هتعمل إيه يا أستاذ ما عندكش فكرة يا أستاذ مفيدة أنا حبيت الرجل ده قد إيه في اللحظة دي وتفنيت على أني أظهره بالميو بدون ما يظهر هذا الجرح يعني حسيت إن الجرح ده جرح للصورة الخيالية بتاعت عبد الحليم هل في تقديرك أن البلهرسيا مرض قاتل؟ هل اختبأت البلهرسيا داخل جسد عبد الحليم حافظ النحيل وفتكت به في نهاية الأمر؟ عبد الحليم كان مريضاً بالبلهرسيا ولكن بالإضافة لهذا كان هناك إصابة الكبد بالفيروس والفيروس كان من العوامل الرئيسية التي أحدثت كل هذه المضاعفات عند عبد الحليم وقضت عليه في النهاية فإذا قلنا أن عبد الحليم أشهر مريض مات بالكبد في المنطقة هل مات عبد الحليم حافظ بالبلهرسيا؟ لا أعتقد أنه مات بالبلهرسيا أطلق بتقول لا تعتقد؟ أه هو طبعاً تشخيص الأطباء للبلهرسيا وتشخيصك؟ تشخيصي أن البلهرسيا سبب عنصر؟ عنصر لكن ليس كل الأسباب لا السبب الحقيقي هو أنه فقد رغبة الحياة كانت بذرة موجودة عنده من وهو طفل ثم ظلت تكبر يحاول يتغلب عليها بالغناء والشغرة وكل ما حققه من انتصارات ثم بيجي سنة الفنان بتتعادل فيه الرغبة في الفناء مع الرغبة في البقاء اللي بيدعامها طبعاً الشغرة والمجد والحب الناس فلما ضعفت رغبته في البقاء؟ وزادت وزادت رغبته في الفناء بصفة عامة وعبد الحليم كما قلت كان إيمانه بالنجاح وأمله في المستقبل أكبر من حقيقة ما يحط به من أخطار بحكم ظروف مرضه وبحكم معارفته الشخصية بمدى يعني مش عاوز أقول خطورة المرض إلى آخره لكن يعني كان يعي تماماً حالته وبالتالي عاوز يعب الحياة يعني عاوز يحتضن الحياة كلها بكل ما فيها ويعيشها انتبهوا الإحساس بأنه يريد أن يعب الحياة مجالس الأدباء والكتاب لم تكن هي همه الأول أصبحت مرهقة بالنسبة له؟ ما عرفش هو يمكن كان شاعر وما عرفش احنا كلنا بنقول هذا الكلام وهل هو حقيقي ولا لأنه بتأكيد كان في عوامه الأخيرة بتشعر إن إنسان عاوز إن الحياة دي ماء يريده أن يشربه بنهم وبنهم شديد فاز أحمد فؤاد حسن هل كان عبد الحليم حافظ بياخد حؤن بين الوصلات الغنائية؟ بياخد مختلف أنواع الأدوية وليست حقن بقط حقن وحبوب ووائل آخر أخذ علي أنني ناولت كباية المية في وصلة منقولة على التليفزيون فقلت لهم ولو قلعتوا الجاكتة ومسحتلوا عرقوا لفعلت لأن المية اللي خدها كادت عشان يبلع بيها حباية دواء وأنا أعلم بأمراض عبد الحليم تولي تسجيل من أول ما طلع التليفزيون أنا ما بشربش في ماء هل طلب يوما من عبد الحليم حافظ أن يعالج بدواء ما؟ كان الدواء ده أثر ربما على ذاكرته وربما على صوته وبالتالي رفض العلاج بهذا الدواء هو في الواقع كلمة الدواء بتنصرف إلى عقار يشرب أو يأخذ حقنا أو أو هو دا كان حقيقي بالنسبة لوسيلة من وسائل العلاج هذه الوسيلة لم تكن دواء وإنما كانت عملية كانت عملية وكان ليه هذا الأثر؟ وكان يمكن أن يكون لهذا الأثر نسبة كبيرة من من تقرأ لهم هذه العملية يشعرون بهذه الحالة بفقدان الزاكرة بشبه غيبوبة بعدم المقدرة على العمل الزهني يعني بعضهم يتحول إلى شخص آخر من الناحة الزهنية فهو رفض فعلا هل أحب عبد الحليم حافظ حب حقيقي صادق باح لك به؟ هو ما قال ليش أنا اللي قلت له انت اللي حسيت اللي حصل إن أنا كنت في حفلة من حفلات عبد الحليم وأنا عدت لما أسمع أمي خسوم أو عبد الحليم أو عبد رهاب أسمع أصواتهم في وشوش الناس يعني أعود أبص في وشوش الناس وهم بيسمعون تقرأ الناس؟ أقرأ الناس فأنا قاعد لقيت جمبي واحدة ستة حلوة جداً وعنيها حلوة جداً يعني من أجمل عنيون اللي شفتها في حياتي ولقيت الحليم بيغني ولقيت كأنه هو بيكلمها دي الستة دي بين الألوف القاعدة شعرت إن بيكلم البنت دي بيخطبها؟ بيخطبها بالأغاني في حاجة كده أنا فاكر في حاجة يا حبيبي عشت أجمل عمري في عينيك الجميلة هي دي وهي كانت بترد عليه بعينيها برضو إنما كان لقاء بين عاشقين لم يره أحد إلانا سواك؟ أه وفيهم أعرفت بقى الحكاية وأعرفت إنه هي بنت من عائلة كبيرة جداً واتفقوا إياها إنه يجوزها ولكن أهلها رفضوا مع إن أهلها كانوا يستقبلوا وبيحبوا ويغدوا ويعشوا إنما قابلين إنه يدخل بيتهم كمغني ولم يقبلوا أن يدخل كفرد من الأصل يعني أنا أشبك إن عبد الحليم حافظ في لحظة من اللحظات كان واخد مسألة الجواز دي مسألة جادة لأنه كان عنده أسباب إنما هو طبعاً كان يتمنى هو عمره يعني ما فكرش في حكاية الجواز دي أبداً أتمنينا كتير كلنا والله بس هو كان رافض على طول كنت بتريده؟ أه بقوله يقول لي لا مفيش حد يستحملنا زيكم ألا طب ما كان ممكن تستحمله باسم حب قلنا له يعني لو بتحبه صحيح هتستحمل كل مشاكله وعزباته ومرضه والضحي وكل شيء والدكتورته وكل حاجة بس المفروض إنه هو إحساسه إنه هو ما يحب شيء بحد أنا زعادل بقولك إيه؟ عمر عبد الحليم مقلك على قصة حب ليه ولا حاجة؟ أنا أرفض لأنه ده كان هتبره سر يعني والله سر الشخصي؟ هل تعتقد أنه أحب؟ هو أحب طبعاً هل تعتقد أنه كان على وشك الزواج؟ لا أعتقد أنه كان على وشك الزواج أكيد كان في حالة حب مستمرة في حالة حب أصلي مش ممكن مش ممكن يمثل علي الكلام ده عايزة أسأل عروس السينما العربية سعاد حسني يعني عبد الحليم حافظ الإنسان وعبد الحليم الله يرحمه كان وافي جداً وكان طيب وكان مخلص يعني وكان ملتزم في صدقاته وفي جميع علاقاته وكان متهيق لي بيضحي كثير يعني يعني بيضحي بنفسه كإنسان في مقابل صورته كفنان ما أعتقدش إنه هو كان بيدور إزاي كنت سعيد يعني سمحي لأقولك عن أمنية يعني كنا نشتاق وبكراتها تاني كنا نشتاق وجمهورك وجمهور السينما العربية إنه سعاد حسني وعبد الحليم حافظ يجمعهم فيلم واحد تحت سقف بلاتو واحد ولم تتحقق العملية يعني أنا كنت حشتغل مثلاً فيلم الضحق قول معي اللي هو إيه؟ عبد الحسن الإمام فيلم يعني؟ أنا فيلم مشهور قبل صراحة عن دلي دلوقتي المصلته ندي وكنت متعاقدة على الفيلم بكل حاجة وبعدين حسن إنه؟ الخطايا؟ الخطايا؟ الخطايا كنت تدخلين؟ انت قلت الضحايا؟ أه ما هي يعني نفس الوزن يعني فبعد ما تفققت متفع على الفيلم كبه على فكرة عنوان الضحايا ينفع لأنه يمكنه فعلاً ضحايا حاس الإمام مرضيش بيا وقتها قال إن الأنسب نادية لطي وفعلاً هي كانت أنسب للدور وعملته كان حاجة يعني كان ممتازة غريب قوي إنك في فيلم البناتو الصيف طلعت أخته مش حبيبته مش كان غريب ده؟ ألطف بالله ألطف؟ أنا فعلاً كنت بحس بأخوة جديدة جداً محيطة الكلمة ألطف دي رأيي؟ ممكن يعني يكون رقية مش عارفة هل كان عاشقاً مهزوماً؟ كان عاشقاً مهزوماً؟ أنا ما أعتقدش إن فيه مأسات حب في حياة عبد الحليم على عكس ما هو حبي شيع أو على عكس ما هو شيع أو على عكس ما هو شيع لا أعتقد إنه هناك مأسات شخصية حب ولا حد ستة إنما هو طبعاً لأنه مشكلة عبد الحليم كانت مع نفسه ليست مع ذاته يمكن لو كان حبة حقيقي زي القصة اللي سمعناها والحضر دك كتبتها كان يمكن ده أنقذوا من حاجات كتير إنما هو كان صعب ومحب جداً ده هو كان نشأ طفل مزعور وكان طبعاً بحكم اليوتم اليوتم بيعمل حالة من اللي بيسموه الأليرتنس أو الانتباع الشديد للآخرين اليقظة اليقظة المزهلة نعم والخوف من الاستسلام للآخرين لأنهم يضيعوه فهو بسمرار صحي لا يناه هل كان هناك عائق صحي لإتمام زواجه؟ الحقيقة إنه حالة عبدالحليم ما كانتش حالة سابتة حتى إننا نقيس عليها باستنظر إنما كانت حالة ديناميكية متحركة فكانت بيتيجي أوقات فعلاً كان ممكن أن يكون الزواج ضار به ولا يتفق مع ما هو مطلوب للعلاج من راحة وخلفه إنما بصفة عامة وخاصة في الفترة الأولى لم يكن هناك مانع صحي من الزواج طالما تتناور الأمور بحكمة وبرفقة ما كانش هناك هذا المانع في المرحلة الأولى لكن بعد تطور المرض إلى مرحل الشديدة الأخيرة كان واضح إنه لم يعد هناك محل لإثارة هذه النقطة النقطة الزواج يعني في المرحلة الأولى وهي مرحلة طويلة هذه المرحلة الطويلة كان ممكن أما في الفترات الأخيرة وهي قصيرة أصبح غير ممكن ويقوم بحكمة مدينة ويقوم بحكمة مدينة تماماً الزواج يا أحلى الأصوات ويا أرق الأنغام أضفت إلى مشاعرنا دفءاً ساحراً ونبضاً جديداً جملت حياتنا وملأت الدنيا بالشد والحنون أسمعت الدنيا كيف يكون غناء القلوب أسمعت الدنيا كيف يكون غناء الأعماق والوجدان ومرت الأيام والأعوام ألم أقل لك يا عاشق الميكروفون أن الميكروفون كان دائماً يبحث عنك وكان دائماً يسعى إليك في كل مكان موسيقى 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 ساس كمال الطويل عبد الحليم حافظ هذه الموهبة القذيفة إن صح التعبير هذه المهارة الفردية الكبيرة هل هي عنصر الإبداع واحدة هو اللي ادالوا هذا الاسم المرموق؟ لا بالتأكيد لا بالتأكيد لا بالتأكيد لا بالتأكيد لا كان في فريق عمل كل هذه الأشياء مع عبد الحليم يعني عبد الحليم نقدر نسميه كابتن لكن في فريق كبير جداً فريق الفنانين اللي كانوا يعملوا والنجحوا مع عبد الحليم وبعبد الحليم وهناك أيضاً يعني سياج حوالين عبد الحليم يقيه من أطماع الطامعين اسمه مجد العمروسي هل في وجه شبه بينك وبين فنان عبد الحليم؟ ولا أنا مش عارف الحقيقة هنا هو كان صديق كان صاحبي عنده هو إن كنت تلاقي وجه الشبه الوحيد الصدقة لبنكم من بعض الصدقة لبنكم من بعض السنة قضي نامت إزاي؟ اتكونت إزاي؟ والله هو كان صاحبي قبل أنا معرفه كان صديقي جداً قبل أنا أول مطرب أغنيله يعني أغنيته طبعاً في الحمام لخماك الصورة؟ آه ياريت نعم مرة كان في غنيوة اللي هي أفتكر فوق الشوك ما الشام الزماني وأنا كان لها محبوبة في الحي نعم فكنت دائماً أنا بقى سعيد جداً لما عدي من قدام بيتها الحلمياً وأشور لها أو حاجة زي كده لو شورلت دا يبقى شيء عظيم جداً فمرة أنا ماشي ويعني وبغني فوق الشوك دا جوايا ما بغنيهاش يعني جوايا فوق الشوك ماشياني زماني وكنت غاوي أحط نفسي في مود عزيزة كده ما يعني ما فيش عزيزة ولا حاجة يعني إنما متهالي إنه هو يعني الانفعالات الدرامية العنيفة والتراجيديا الصعبة هي اللي بتخلق الحب فبصت لها فشورلتلي فأنا ما صدقتش إنها يعني فأنا رحت مشورلها وتلقفينت شوية كده والسوق حظي كان فيه بلاعة قدامي أنا مش شايف ودي كانت أول مرة هي تشورلي فيها فأنا قلت خلاص بقى المسائل خلصت وكانت الخطوة التانية كنت في البلاعة على طول فكان يوم يعني حتى كنت أعكل عب عليك حافظ على الحكاية دي يعني كنا كان يوعمل دي حكا وإنتو أصدقاء إنتو عبد الحليم كنت تخرجوا مع بعض؟ ولا بس زيارات كده؟ لا كنت بدور قصة يعني أنا عد عليه هو عد علي آآ مرة عد علي وكنت أنا الحقيقة مش عارف إنه جايا فكنت أنا رايح فرح بتاع واحد صاحب فاسمه وجيه عقلي فقلت له ما تيجي معنا عبد الحليم الفرح وتبقى مفاجأة أنا عايزة أعمل مفاجأة لصاحب يعني لما يلاقي عبد الحليم حافظ جايل لفرح بتاعه طبع الشيء موبك يعني أكيد عم حليم حافظ كمان كان أكبر نجم في مصر نعم فقال لي أوكي طول ما جارت تلقى ما غير أي حاجة كده قال لي أوكي ماشي خدت وروحنا ضربنا بجرس أول ما دخلت الشائق بتاع الصحبي فلقيت العروسة ملقيتش العريس وملقيتش حد كان مستنين لصديقي صلاح السعداني واتنين ثلاثة كده فبسأل العروسة وتلقى فينا العريس قالتلي في الاسم في الاسم؟ قالتلي أوه تخلق مع بابا وماما وراحوا الاسم فطبعا وقعت أنا عبد الحليم حافظ وقعنا متضحك يعني واستنينا لغاية العريس ما جي الاسم فالعريس بيفتح الباب هو الاخر جاي من الاسم لا عبد الحليم حافظ في وشه فكانت مفاجأة طبعا نسبة له المهمة إنه أنا صاحب ده أول ما شاء لقى عبد الحليم قال له عبد الحليم انت اتأخرت لي وكأنه هو جاوب عبد الحليم حافظ يغنيله وغنى عبد الحليم حافظ من غير أيام موسيقية والمسية وغنى للعروسين فقط ممكنش في معزيم؟ المعزيم راحوا الاسم مع أبو العروسة شهود؟ شهود وإخناقات ومرجعوش ومرجعوش العريس هو اللي رجع كانت ملاحظات الشخصية لك إيه كزميلة؟ موسيقية 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 كأنه أنا إزاي مسكة السيناريو ده في إيدي مجرد موسيقية 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 لو عاش أكتر يمكن يصل إلى مكانة المكسوب أحياناً برضو كان الحماس يغلبه فيبقى ممكن يغلط لكن أنا بعتبرها من الحاجات الكويسة في الإنسان أنه يبقى طبيعي وأنه يتأثر بالأشياء يعني ما يبقاش كل حاجة رسمها مغطبها تبقى كده مخططها بحاجة لطيفة أولاً هل كان إنسان عفوي؟ تأكيداً لكلامك كان إنسان عفوي كان في جانب عفوي كبير جداً هو كان شديد الكبرياء أحياناً وشديد التفريط أحياناً في وقت واحد؟ أه وأنا أعتقد أنه اللحظات اللي كان بيفرر فيها كان الطفل المسكي إن هو اللي بيتصرف أما في لحظات الكبرياء فكان هو الفنان اللي عارفه جامد إيه ومدرك قيمته وأهميته لما قلت أنه كان يعيش حياة الشباب بلا شباب ما تقصد؟ يعني أقصد أنه عم حليم كان في عمر الظهور ولكن كانت حياته الحقية مأساة كبيرة هي مأساة رجل يملك المال ولا تمتع به بيشوف بالحبوك أحلى بنات في الشرق وهو لا يستطيع أنه يتمتع بهذا الحب كسائر شباب لأنه كان دايماً مريض يا ساتر كان شيء مهول يعني عبد الحليم الشخص اللي يبدو لكل واحد إنه حتى في تكوين الجثماني ضعيف إنما كان جواه قوة تحدي رهيبة قول للفليسوف الإنجليزي بيرتراندراسل بيقول حينما يعرف الإنسان النهاية يصير قوياً هل كان عبد الحليم حافظ مبعث قوته أنه كان يعرف نهايته؟ هو كلام بيرتراندراسل حق طبعاً لأنه كل هذا التردد وكل هذا الجزع وكل هذا الاهتزاز نتيجة الخوف من المستقبل الخوف في حد ذاته لكن إذا استقر الرأي على صورة معينة من النهاية فيتلاشى ويتبدد هذا الخوف وهذه الزعزعة لكن في حالة عبد الحليم في أكثر من سبب كان ربما بيعطيه كل هذه الثقة وكل هذا الأمل ويجعله يقف هذا الموقف الصلب أمام احتمال النهاية من فضلك هل شعرته يسافر للمرة الأخيرة أنها رحلة بلا عودة؟ هل غطى الألم مساحة الأمل؟ وكانت التحليلات فعلاً غير طبيعية بدرجة تثير بعض الاهتمام مش القلق الشديد إنما بعض الاهتمام وكانت هذه هي البداية وأخذت الأمور تتطور وحتى انتهت إلى ما انتهت إليه وراحت الدنيا وفضل هو مع الألم وبعض الأصدقاء ورجع تاني الصديق لكن ما رجعش بجسده رجع عبر اللاسلكي صوت من حجرة ملاء بيضاء وصوت مرتعش وأمنية أي حاجة أنا أسمع أنا حاجة حاجة أعوز أغني أعوز أغني للناس حطيني في المهرجان ولكن مهرجان الدموع استقبلت عبد الحليمي وفاة عبد الحليم حافظ يعني عايز أقول إن ما زال عبد الحليم حافظ هو المطرب الأول الموجود في مصر وبعد وفاةه ابتدى زي ما كان موجود كمان ابتدت ناس كتير مطربين يهجموه وكانت النتيجة إن لما مات عبد الحليم حافظ الناس دي أصبح لا حسة لها مطلقاً يعني وده يؤيد كلامي إنه كان مؤثر تأثير جيد جداً حتى بالنسبة للملحنين اللي كانوا بيلحنونه يعني بيلحنوا له ما شفتش ما شفتش إنهم عملوا حاجة بعد وفاة عبد الحليم حافظ أستاذ كمان الطويل حضرتك لحنت مين بعد رحيل عبد الحليم حافظ؟ من الشبان الجدد؟ لا أحد المكان الذي خلق برحيل عبد الحليم ده أزعجني أنا شخصياً وخلاني مش للتاقة يعني الآلة بتاعتي راح يعني قيثارتي منيت فترة طويلة كان شليا نفسي عمل ما تذكر سيبك بالتعبير الخاص يعني أنا يمكن لأول غنوة أول مرة أكتب شعر أو غنوة تكتمل في نفس اليوم اللي توفى فيه اسمها باللف في نفس اليوم؟ نفس اليوم صباحاً في الفجرة يعني بعد ما انتهت الأشياء هنا بنلف وفي السنين بتلف وأعلان بتزيد وبراح بتخف حقاً يا عندليبنا الأسمر كان الفن العبقري يصدر عن روحك لا عن جسدك وكيف لا؟ وأنت الذي غردت للأمل وأنت فاقده وغنيت للحياة وهي خصيمتك وغنيت للإباء وأنت تستجدي إغفاءة بدون ألم وغنيت للسعادة وأنت الذي ودعتها منذ أن عرفت نفسك وغنيت للعذاب علّه يرق لجراحك غنيت متحدياً الألم متحدياً العذاب متحدياً الضعف ومتحدياً الجراح ترجمة نانسي قنقر